اشتركوا في القناة في هذه الايام يكتر السؤال حول متى نصوم يوم عرفة وهذه القضية نابعة عن أمرين أساسيين الأمر الأول هو اختلاف المطالع ذلك أن المسلمين إلى يومنا هذا لم يتفقوا على توحيد صيامهم وسائر شعائرهم وهذا الأمر في الحقيقة ليس ليس واجبا لأن الذي عرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل بلد له رؤيته الخاصة الخاصة به والدليل المشهور لهذا حديث حديث كريب الذي هو معروف حيث قدم من الشام زمن معاوية رضي الله عنه فسأله ابن عباس رضي الله عنه ما متى رأيتم الهلال فقال له يوم الجمعة وقد صام الناس وصام معاوية قال ابن عباس ونحن رأيناه يوم السبت فقال ألا تأخذ برؤية معاوية قال له ابن عباس رضي الله عنه ما لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زلنا نصوم حتى نرى الهلال فنتج عن ذلك أن لكل بلد رؤيته وأن المطالع مختلفة كما هو معروف وكما هو مطبقون إلى يومنا إلى يومنا هذا المسألة الثانية أنه فيما يتعلق بمسائل الصوم في الإسلام هي مرتبطة بالزمان وليست مرتبطة بالمكان هذه قاعدة لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الفقهاء صيام مرتبط بمكان سواء تعلق الأمر بصوم شهر رمضان ويتبت الشهر برؤية الهلال كما ذكر ابن عاشر رحمه الله أو تعلق الأمر بالأيام البيض في وسط الشهر العربي أو تعلق الأمر بيوم عاشورة أو ستة أيام من شوال وما أشبه ذلك وهو وهو كتير دائما يرتبط فيها الصيام بالزمان وليس وليس بالمكان ولا يمكن أن يكون يوم عرفة استثناء من ذلك من ذلك كله فهو أيضا مرتبط بالزمان وليس مرتبطا بالمكان بمعنى أن هذه المسألة تنطلق من هذا المنطق أن الزمان هو الذي يتحكم وليس المكان إلا في حالة واحدة ذكرت في سورة البقرة وهو بالنسبة للإنسان الذي عليه أن يدبح هديا فلم يجده لضيق ذات اليد فإنه يؤدي تمنه صياما قالت علاء فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة في هذه المسألة ربط هذا الصيام يعني بالمكان وليس بالزمن ولا صيام التلاثة لأيام التي يصومها في الحج أما التي السبعة الأخرى يصومها في بلده أو في أي مكان آخر وقد ورد في حديث رواه النسائي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قولهن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعا من دي الحج فسماها تسعا ويوم عرف داخل ضمنها والكلام نفسه هو الذي بنى عليه بن عاشر رحمه الله عندما قال في منظومته كتسع حجة وأحرى الآخر يتحدث عن الصيام المندوب بعدان أن تحدث عن الصيام الواجي وهو صيام رمضان صيام شهر رمضان وجب في رجب شعبان صوم نذيب كتسع حجة وأحرى الآخر كذى المحرم وأحرى وأحرى العاشر فأكد على ضرورة أو على الأقل الاستحبابي واستحساني اليوم الأخير من تسع دي الحجة الذي هو يوم عرفة بالنسبة للإنسان الذي لم يذهب إلى الحج والعمرة وفي شرح الشيخ خليل للإمام الخرشي الذي وضع عليه الإمام العدوي رحمه الله حاشية ومن ضمن ما ذكر فيها عند حديث عن هذه المسألة قال لم يريد بعرفة موضع الوقوف بل أراد به زمنه وهو اليوم التاسع من 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 دي الحجة أعيد لم يريد بعرفة موضع الوقوف بل أراد به زمنه وهو اليوم التاسع من دي الحجة هذا إذن هو المشهور عند المالكية أننا في المغربي نصوم اليوم التاسع من دي الحجة بحسب رؤيتنا فإذا صادف ذلك يوم الوقوف فهو عرفة وإذا لم يصادفه وجاء بعده فهو بنسبة لنا يصدق عليه مصطلح عرفة هكذا يسميه الفقه ومن ضمن ما يؤكد هذه المسألة أن الناس في الأزمنة المتقدمة قبل أن تتوفر هذه الوسائل التي قربت المسافات البعيدة بالنسبة للناس الذين في بلدانهم كالمغرب مثلا لم يكونوا يعرفون متى وقف الحجاج بعرفات لأن وسائل التواصل قليلة لم نقل إنها منعدمة ولا يعرفون يوم عرفة إلا بعد عودة الحجاج من أداء مناسكهم وقد يكون ذلك لا أقول بعد أيام ولكن بعد أشهر عندما كانوا يذهبون على أرجلهم أو على دوابهم أو في الباخرة أو شيء من هذا من هذا القبيل فتبين أن ربط الصيام هنا بيوم الوقوف أمر متعدر وبالتالي فربطه بالزمان وهو اليوم التاسع من دي الحجة في أي بلد من بلاد الله وبين قوسين الكلام التي تيرضدوه الناس وش نصوم عرفة ديال السعودية والديال المغرب هذا الكلام غير 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 سديد نصوم اليوم التاسع من دي الحجة حسب الرؤية التي لدينا وهناك إشكال آخر يقع في هذه المسألة أن السعودية تتحرى الهلال وبالتالي تقرر ما ما تبين لها هناك من يتقدمها في الصيام وهناك من يتأخر عنها من يتأخر عنها مثل المغاربة لا إشكال لأنهم يصومون اليوم التاسع ولكن ما جواب سؤال من تقدم السعودية مثلا فماذا يحدث له في رؤية الهلال ماذا يحدث له أنه إذا انتظر يوم الوقوف سيحرم من صيام من صيام يوم عرفة لأن يوم الوقوف بالنسبة له ويوم العيد ويوم العيد يحرم صيامه باتفاق العلماء والعلماء قالوا حتى لا يحرم أحد من الفضل أو من الخير يمكن أن يجمع بين اليومين ويصوم يوم الوقوف ويصوم بعده اليوم التاسع يعني مع بلدي فلا إشكال لأنه كما ذكرنا في درس سابق يستحب صيام هذه التسعة كلها من من وحد الحجة إلى اليوم التاسع منه وهناك إشكال يطرحه ليس فقط المغاربة ولكن المشارق أيضا علماؤهم المنصفون يؤكدون قضية علمية أنه علميا وفلكيا المغرب يجب أن يسبق المشرقة في الرؤية والذي يحدث في كثير من الأحيان أن يحدث العكس لأن هؤلاء لا يعتمدون الرؤية الشرعية التي يعتمدها المغاربة إذن معشار الإخوة الكرام من استطاع أن يصوم تسع أيام من دي الحجة كلها فليفعل ومن لم يستطع يصوم بعضها ويركز على يوم الوقوف بعرفة ويصوم بعده اليوم التاسع في المغرب كما هو الأمر بالنسبة لرؤية هذه السنة كما يتضح رغم أنه في بلدنا لم يرصد الناس الهلال بعد وسيكون ذلك يعني مساء اليوم الجمعة إن شاء الله وإذا تعذر عليه كل ذلك يصوم اليوم التاسع من دي الحجة وفق توقيت المغرب وهو سينال الأجر والتواب والفضل إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين